السلام عليكم في مقطع جديد بالطبع مقطع اليوم فريد من نوعه مقاطع كلها غير متشابهة المقطع الجديد يقول للمقطع القديم أنا أفضل منك من حيث المتعة والجودة والموضوع وكل شيء يعني مقاطعي دائما أعمل على تطويرها من كل شيء من كل ناحية المهم أمر مهم أردت أن أخبركم به أسر لأنه بتعليكم وأيضا أمر مهم آخر شاهدوا المقطع من أوله إلى آخره لكي ينشره اليوتيوب وقبل أن نبدأ لا تنسوا أن تصروا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر أهم من المقطع لا أريد أن أطلع عليكم اليوم لدينا مقطع مريب فنبدأ أيها المنتج تعرفون شغل الأنترو قبل أن نبدأ بالمشاهدة إذا ظهرت علي أي ملامح رعب اندهاش خوف فزع سوف أتعاقب والعقاب هو الثلاث ملاعق من الهارسة بالطبع حارة جدا ثلاث ملاعق ذلك قبل أن نبدأ يجب علي أن أشرب الماء تعرفون ذلك بسم الله فلنبدأ أهل أكرة thì أك 일단 ألخ Scaram أتعاقب 30 الطعان أم الثلاث هكذا أفضل عماية أوكي أريد الرعب أشبع عاسف جدا هنا كان لدي ضروف ماء ماء لم أجد الكلمة التي أصبت فيها شعوري اشتركوا في القناة 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 اوكي صديقي لم لم جيدا حسنا كيف هو الصوت جيد جدا اتمنى ان يكون الصوت جيد جدا لانني على ما اعتقد الصوت جيد جدا تحسن على ما كان عليه لذلك ليس هناك اي عذر لكي لا تدع والله اه اه ان من المق اشعل الدوء لمجرد انني قلت اشعل الدوء اشعل الدوء اوكي اوكي ام الي table اوكي انا اعمل IS اعمل على ان اشاهد ان مقاطع المرعبة التي لم يشاهدها كثيرة من الناس啦 لكي تستمتعوا كثيرة وتعرفون عليها وتستمتعوا معي بير 오래ب ماذا ماذا بمجرد أني فعلت شيئا الباب مفتوح ملك الرحب لا تستعجيل في الحكم على المقطع كما قلت لكم المتعة في المشاهدة الأحداث المرئبة شاهدوا بتماعون حقيقة اندهشت حقيقة اندهشت ساعة عقب بثلاثة اندهشت حقيقة لم اكن اتوقع انه سوف يخرج بهذه الطريقة اوكي العقاب كما اخبرتكم ملك الحال على الملعاقة الاولى ملك الحال على الملعاقة الثانية ملك الحال على الملعاقة الثالثة ملك الحال على الملعاقة الثالثة اذا اعجبكم المقطع لا تبخلوا علينا بالضغطة نزيل اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لا يسألكم كل جديد اول باول وتبعوا حساباتي موجودة تحت في صندوق الوصف ونزل ستوريات مهمة متعلقة بالقناة وبقناتها على التيك توك والمهم اه في الاخير استغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحئة منهم والأموات اتونا الاراكم بخير في المقطع الاتي دمت في رعاية الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة